أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد بتعود العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى التوتر هذه المرة بسبب تايوان وتحديدا بسبب الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان تلك الزيارة التي تأجلت منذ شهر إبريل إلى شهر أغسطس المقبل الزيارة المحتملة والتي أعلنت الصين رفضها تماما اعتبرتها مساسا بمبدأ الصين الواحدة ومساسا بسيادتها على تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتية وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية أنه إذا مضت الولايات المتحدة قدما في الزيارة فإن الجانب الأمريكي سيتحمل كل العواقب المترتبة على ذلك مؤكدا أن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة وحازمة وزارة الدفاع الصينية من جانبها حذرت من أن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي إذا قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي بزيارة تايوان وستتخذ إجراءات حاسمة لكبح التدخل الأجنبي في شؤون الصين الداخلية والمحاولات الانفصالية لفصل تايوان والوقوف بحزم من أجل سيادة الدولة وسلامة أراضيها صحيفة فينانشيال تايمز كشفت النقاب عن أن الصين أصدرت بصورة خاصة تحذيرات أقوى منذ قبل ضد الإدارة الأمريكية بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب المقبلة لتايوان ولفتت إلى أن التصريحات الصينية بتشير إلى أن بكين لن تكتفي بمجرد التهديد هذه المرة بل قد تلقى إلى الرد العسكرية اللافت أن الزيارة المحتملة لبيلوسي إلى تايوان كانت مثار جدل داخل الأوساط الأمريكية الرسمية نفسها إذا اعتبرت إدارة الرئيس جو بايدن أنها ستعد تجاوزا لخطوط الصين الحمراء فضلا عن أنها غير ضرورية وأضاف بايدن أن الجيش الأمريكي يرى أن فكرة الزيارة غير صائبة أما وزارة الخارجية الأمريكية فقالت أن بلوسي لم تعلن عن أي رحلة وإن النهج الأمريكي إزاء تايوان لم يتغير أزمة بزيارة بلوسي ذهبت بعيدا حيث أشرفت رئيسة تايوان على أكبر المناورات البحرية والجوية السنوية التي تجرى في البلاد وأشهدت رئيسة تايوان بتصميم الجيش على الدفاع عن الجزيرة التي تسعى لتعزيز استعدادها القتالي في مواجهة ما وصفته والضغط العسكري المتزايد من الصين التي تعتبرها جزءا من أراضيها إذن مشاهدين الكرام كان هذا استعراضا موجزا لما أثير حول الزيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي إلى تايوان وردود الفعل الصينية إزاء تلك الزيارة شكرا لكم على طيب المتابعة